أيضا أنه لا يمكن للإنسان الذي يعيش في هذا الزمان الصعب خاصة في أوروبا وفي أمريكا تحديات كبيرة واختطاع الأوقات عبا وسائل السوشال ميديا وغيرها أن ينجح في المحافظة على دينه وعلى إيمانه وعلى أخلاقه وقيمه إلا بوجود خطة شخصية واضحة معه لذلك أنا أنصح الشباب أن يذهبوا إلى أقرب شخص يعينهم على وضع هذه الخطة الشخصية في صفحتين في ثلاثة خطة شخصية عامة فيها يتناول فيها كيف يحافظ على جانبه الديني الإيماني يكون فيها كيف يحافظ على شيء من الاطلاع والثقافة الإسلامية ولو بحدها الأن كيف يستمع إلى بعض الذي ينتقيهم ويختارهم من من يتلقى منهم العلم والتوعية الشرعية كيف ينمي المحافظة على الأخلاق وكيف ينمي أخلاقه كيف ينمي مهارات كيف ينمي حتى علوم التخصصية المهم أن يكون وقته يسير وفق تخطيط وليس وفق عبث وفق فقط لأن الذي يعيش دون تخطيط هو في الحقيقة يخطط للفشل ذلك نقول دائما يعني الذي يترك التخطيط هو يخطط للفشل والشاب إذا لم تكن لديه خطة في هذا الباب ولو حد في حدودها الدنيا الوقت سيملأ بغير ذا فائدة وقته سيملأ بكثير من المشغلات الملهيات لكن لما يملأ هذه الخطة خطة كيف يكون في مؤسسة إسلامية كيف يحافظ على المسجد كيف يحافظ على دينه كيف يحافظ على بعض الثقافة الإسلامية أصحاب يمارس الرياضة صلة الراحم الوضع الاجتماعي ما الذي يمكن أن يعينه على هذه الخطة يعني كثير من الشباب اليوم يعني موجودين في أوروبا كثير من الإخوة المتخصصين في هذا الباب وهذه المسألة تحتاج إلى كثرة تعمق أو كثرة تنظيم لكن المهم عندي أنني أسير وفق هداية وفق نور وفق برنامج يعني مسبق أيضا من الوصايا التي دائما أنصح بها هو أن الإنسان عليه أن يخفف الشعور بالغربة لأنني وجدت في الزيارات الأخيرة لألمانيا كانت عندي دورة في ألمانيا تقيت ببعض الشباب من إخواننا المهاجرين من سوريا فكانوا يعني ألزموا أنفسهم بمجموعة من المشاعر والأحاسيس ومجموعة من المناشط يعني مزالوا كأنهم يعيشوا في داخل أقطارهم وذلك متعمق لديهم الشعور بالغربة فأقلت لهم لماذا أنتم تعيشون هنا يمكن أن تنجزوا هنا بمن يحافظ على دينكم وأخلاقكم وانتمائكم للأمة وحتى أعمالكم من أجل قضيتكم وهي قضية سوريا المظلومة الجريحة يمكن أن تعملوا هذا كله وأنتم في هذه الدين جميل أخرجوا أنا دائما أقول على الإنسان أن يخفف دائما الشعور بالغربة كان أحد مشايقنا يقول في بريطانيا يعني عش في بريطانيا كأنك تعيش يعني أعمل لبريطانيا كأنك تعيش أبدا جميل وأعمل لبلدك كأنك تعود غدا جميل يعني حرفتنا جميل فالإنسان يعني يمكنه أن يجمع بين هدينا شكرا